السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه سنة 5 كلنا متعودين قبل ما ننام نعمل حاجة معينة كمان في واحدة صحبتنا متعودة تعمل كل يوم قبل ما تنام حاجة معينة طيب تعالوا كده نعرف مع بعض صحبتنا دي متعودة تعمل ايه وده اللي احنا هنعرف النهاردة مع بعض في درسنا يا سنة 5 ده نجيب محفوظ ساعدك ان نسمع الفيديو ده مع بعض عشان نعرف في احدى المجلات تعودت اميرة ان تقرأ قصة قصيرة من قصص الاطفال قبل ان تخلد الى النوم بيقول لي في احدى المجلات المجلات مفرضها المجلة تعودت اميرة تعودت يعني شعلته عادة لها ان تقرأ قصة قصيرة قصة جمعها قصص قصيرة عكسها طويلة من قصص الاطفال الاطفال مفرضها الطفل طيب الاطفال عكسها ايه الشيوخ قبل ان تخلد الى تخلد الى يعني تسكن او تطمئن الى النوم عكس النوم الياقظة بيقول لي ايه ده بيقول لي ان صحبتنا اميرة دي كانت كل يوم قبل ما تنام بتقرأ قصة قصيرة من قصص الاطفال في احدى المجلات يبقى كانت تعودة قبل ما تنام كل يوم تقرأ في احدى المجلات قصة قصيرة من قصص الاطفال عشان كده انا ممكن اسألك هنا سؤال واقولك ايه ما الذي تعودت اميرة ان تفعله قبل ان تخلد الى النوم هقول تعودت اميرة ان تقرأ قصة قصيرة من قصص الاطفال قبل ان تخلد وذات مرة استوقفتها عبارة كتبت أسفل صورة لأديب مصري كبير عندما لا يكون عندي ما أكتبه أشعر كأني ميت حاولت أميرة تذكر اسم صاحب الصورة ولكن دون جدوى وذات مرة استوقفتها عبارة عبارة جمعها عبارات كتبت أسفل الصورة أسفل مضاد بها أعلى صورة صورة جمعها صور لأديب مصري أديب جمعها أدباء كبير عكس كبير صغير عندما لا يكون عندي ما أكتبه أشعر كأني ميت أشعر عكسها أحس كأني ميت ميت عكسها حي حاولت أميرة تذكر اسمي تذكر عكسها ميسيان اسم جمعها أسماء صاحب الصورة صاحب جمعها أصحاب الصورة جمعها الصور ولكن دون جدوى جدوى يعني فائدة بيقول لي إيه؟ بيقول لي في مرة لما كانت تقرأ قصة من قصص الأطفال وقفت عند عبارة العبارة دي كانت مكتوبة أسفل صورة لأديب مصري كبير العبارة دي كانت بتقول إيه؟ عندما لا يكون عندي ما أكتبه أشعر كأني ميت معنى كده إن الشاعر أو الأديب ده بيشعر إنه ميت إنت لما ما بيكونش عنده حاجة يكتبها أميرة حاولت تذكر مين صاحب الصورة دي اللي العبارة مكتوبة تحتها لكن دون فائدة ما ديتش أبدا تفتكر مين صاحب الصورة عشان كده ممكن يجيلك هنا سؤال ويقول لك إيه؟ ما العبارة التي استوقفت أمير؟ هقول عبارة كتبت أسفل صورة لأديب مصري كبير حتى ما لا يكون عندي ما أكتبه أشعر كأني ميت طيب ممكن يقول لك إيه كمان؟ متى يشعر الأديب أنه ميت؟ إنت أنت ما لا يكون عنده ما يكتبه؟ طيب تعالوا كده نكمل مع بعض وفي اليوم التالي ظلت تترقب فترة اللغة العربية لتسأل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفلها بيقول لي إيه؟ وفي اليوم التالي اليوم جمعها الأيام التالي عكسها الصابق ظلت تترقب تترقب يعني تنتظر فترة اللغة فترة جمعها فترات اللغة جمعها اللغات لتسأل المعلم تسأل عكسها تجيب المعلم جمع المعلم المعلمون عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفلها بيقول لي إيه تاني يوم أميرا فضلت منتظر فترة اللغة العربية أو معلم اللغة العربية ليه؟ عشان تسأل المعلم ده عن مين صاحب الصورة اللي هي شافتها وعن معنى العبارة اللي كانت مكتوبة مكتوبة أسفل الصورة عشان كده أنا ممكن أسألك كده سؤال وأقول لك إيه؟ لماذا كانت أميرا تنتظر فترة اللغة العربية؟ ليه؟ لتسأل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفلها طيب تعالوا نكمل مع بعض وها هو ذا معلم اللغة العربية يحييهم ثم يخرج مجموعة من الصور لأدباء مصريين ثم يعرضها على التلاميذ بيقول لي وها هو ذا معلم اللغة العربية معلم جمعها معلمون يحييهم يحييهم يعني يسلم عليهم ثم يخرج يخرج عكسها يدخل مجموعة من الصور مجموعة جمعها مجموعات لأدباء أدباء مفردها أدب مصريين مفردها مصري ثم يعرضها على التلاميذ طيب بيقول لي بيقول لي معلم اللغة العربية لما دخل الفصل وسلم على الطلاب وحييهم عمل ايه بقى بدأ ان هو يخرج مجموعة من الصور كانت لمين كانت لأدباء مصريين وبدأ يعرضها على التلاميذ عشان كده أنا متكدة فقط كده سؤال بيقول لي ماذا أخرج معلم اللغة العربية بعد تحياته للطلاب أخرج ايه أخرج معلم اللغة العربية مجموعة من الصور لأدباء مصريين ثم عرضها على التلاميذ طيب تعالي كده نكمل مع بعض ايه حصل بعد كده عقدت المفاجأة لسان أميرة عندما سألها المعلم عن اسم صاحب احدى الصور وتأخر جوابها دهش المعلم فهو يعلم أن أميرة تهوى قراءة القصص وسير الأدباء كرر المعلم السؤال ولم تجب أميرة وإنما أخرجت الصورة من حقيبتها وحكت أميرة للمعلم وزملائها قصتها مع الصورة طيب بيقولي إيه بقى سان خمسة عقدت المفاجأة عقدت المفاجأة يعني أسكتتها عكسها حلت المفاجأة لسان أميرة لسان جمعها ألسن وألسنة طيب عندما سألها سأل عكسها أجاب المعلم جمع المعلم المعلمون عن اسم صاحب إحدى الصور اسم جمعها أسماء وتأخر جوابها تأخر عكسها تقدم جوابها عكس جواب سؤال دهش المعلم دهش يعني تحير المعلم جمعها المعلمون فهو يعلم يعلم عكسها يجهل أن أميرة تهوى تهوى يعني تحب عكسها تقرأ قراءة القصص القصص مفردها القصة وسير الأدباء سير مفردها سير الأدباء مفردها الأديب قرر المعلم قرر يعني عادة المعلم السؤال أكس السؤال الدبابة ولم تجه أميرة وإنها أخرجت أخرجت عكسها أدخلت الصورة حقيبتها حقيبة جمعها حقائب وحكت أميرة المعلم حكت يعني سردت في المعلم وما زملائها قصتها مع الصورة طيب بيقول لي إيه بقى هنا يا سنة 5 بيقول لي إن المعلم عمل حاجة خلت أميرة تتفاجأ أو المفاجأة أسكتتها خالصة كان إيه بقى المفاجأة إن المعلم سألها عن اسم صاحب إحدى الصور فكاين مش أنا قلت إن المعلم أخرج مجموعة من الصور مفاجأة بقى المعلم لما سألها عن صاحب إحدى الصور ده كانت مفاجأة بالنسبة لها وأميرة جوابها تأخر عشان المعلم بقى اندهش طب المعلم اندهش ليه لأنه عارف إن أميرة بتحب قراءة القصص وسيل وده بيه والمعلم أعاد السؤال مرة تانية أميرة برضو ما جاوبتش على السؤال لكن عملت إيه بقى أخرجت الصورة دي اللي هي كانت لقى ديب مصري من الحقيبة بتاعتها وبدأت تحكي للمعلم وزملائها قصتتها مع الصورة عشان كده أنا ممكن أسألك هنا سؤال وأقول لك إيه ما المفاجأة التي عقدت لسان أميرة ولماذا يدهش المعلم طيب إيه بقى المفاجأة يتنخبطك المفاجأة هي سؤال المعلم عن اسم صاحب إحدى الصور طيب لماذا يدهش المعلم ليه بقى لأن أميرة تأخر جوابها وهو يعلم أنها تهو قراءة القصص وسر الأدباء فهل نكمل مع بعض وبعد أن انتهى الحكي انتهز المعلم هذه الفرصة وكتب اسم الأديب الكبير نجيب محفوظ على الصبورة قائلا درسنا اليوم عن صاحب نوبل الكاتب الكبير نجيب محفوظ كادت أميرة تطير من الفرحة لقد عرفت اسم صاحب الصورة ومما قاله بيقول لي إيه بقى سر خمسة وبعد أن انتهى الحكي انتهى عكسها بدأ الحكي يعني الكلام انتهز المعلم انتهز يعني استغلب المعلم جمع المعلم المعلمون هذه الفرصة الفرصة جمعها الفرص وكتب اسم الأديب الكبير نجيب محفوظ على السبور قائلا أكس قائلا صامتا أو ساكتا درسنا اليوم درس جمعها دروس عن صاحب نوبل الكاتب جمع الكاتب الكتاب الكبير نجيب محفوظ كادت أميرة تطير من الفرحة الفرحة يعني السعادة عكسها الحظ لقد عرفت عرفت عكسها جاهلت اسمه صاحب الصورة طيب بيقول لي إيه لما أميرة خلصت كستته والكلام خلص المعلم استغل الفرصة دي بقى وكتب اسم إيه اسم الأديب الكبير نجيب محفوظ يبقى اسمه إيه نجيب محفوظ على السبورة وقال لهم إيه قال لهم من الديس اللي هنتكلم عنه تعرضه هنتكلم عن صاحب نوبل مين بقى هو صاحب نوبل ده الكاتب الكبير نجيب محفوظ يبقى صاحب نوبل مين نجيب محفوظ طيب أميرة بقى كنت هتموت من الفرحة ليه عشان عرفت مين هو صاحب الصورة طيب إيه السؤال بقى اللي ممكن يجيلك هنا يقول لك أين عرفت أميرة اسمه صاحب الصورة فين إحنا قلنا في الفصل طيب ماذا في فترة اللغة العربية طيب يقول لي بقى إيه هنا لماذا كادت أميرة أنتطير من الفرحة ليه عشان قلت عشان عرفت مين صاحب الصورة يبقى لماذا كادت أميرة أنتطير من الفرحة لأنها عرفت اسم صاحب الصورة وكده احنا خلصنا الجزء ده مع بعض النهار ده يسمى حاجزة والجزء التالي هتستطيع بقى مين هو وأصدر نديد محفوظ إن شاء الله نكمل مع بعض والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر